اشتركوا في القناة وزميله في فريق اتحاد جد رومارينيو ومشاركتهما مع الاخضر في مونديال قطر الفين واثنين وعشرين وزعم التقارير الصحفية ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعية ان اتحاد الكرة السعودي ارسل خطابا للفيفا من اجل تجنيس عبدالرزاق حمد الله مضيفة انه ينتظر الرد من اجل مباشرة تجنيس لاعبين اخرين من بينهم البرازيلية رومارينيو الذي عرض نفسه على المنتخب الاخضر هذا وفي ذات صياق نفت مصادر الصحفية السعودية الانباء المتداولة حول امكانية تجنيس المهاجمة المغربية عبدالرزاق حمد الله لاعب نادي الاتحاد السعودية ومشاركته مع المنتخب السعودية في كأس العالم الفين واثنين وعشرين في قطر واكدت صحيفة ويام السعودية ان هذا الامر غير صحيح بالمرة وشددت على ان حمد الله لم يتحدث باي شكل عن جنسيتها واضفت الصحيفة نقلا عن مصادرها ان حمد الله لم يناقش الفكرة ولم يطلب التجنيسة وان ما تم تداوله عهر تماما من الصحة وقالت صحيفة الويامة انه في حال رغب حمد الله في المشاركة مع الاخضر السعودية فانه سيتحتم عليه اسقاط جنسيته الاساسية المغربية وتقدم بطلب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للحصول على الجنسية السعودية والمشاركة مع منتخبها نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء